اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدارس المجد الأهلية ترحب بكم أقدم لكم اليوم درساً جديداً في مادة اللغة العربية للصف الثاني الثانوي الوحدة الرابعة التي هي كفاية التواصل الكتابي وسندرس فيها بمشيئة الله الكتابة الوظيفية ماذا تعني الكتابة الوظيفية؟ الكتابة الوظيفية هي تلك النصوص التي ينتجها الإنسان النصوص التي ينتجها الإنسان لماذا؟ لأداء مهم مهام عمله سواء كان لجلب مصلحة أو دفع مشكلة أو المحافظة على علاقة ما معنى هذا الكلام؟ شباب المجد ما معنى هذا الكلام؟ أقول أنت عندما تكتب طلباً للحصول على وظيفه هذا يسمى كتاب وظيفي أنت عندما تقدم شكوى معينة مثلاً من أن فاتورة الكهرباء تأتي إليك بمبلغ خيالي فأنت تتظلم لمصلحة الكهرباء هذا يكون لدفع مشكلة فهذا كتابة وظيفية كذلك أنت إذا أردت أن تحافظ على علاقتك بالآخرين كذلك تكون كتابة وظيفية طيب ما الذي يجمع بين ألوان الكتابة الوظيفية؟ التي يجمع بينها هو شيء واحد هو النفعية بمعنى أن نصوص الكتابة الوظيفية كلها على مختلف ألوانها إنما هي نفعية تهدف إلى قضاء مصالح منشئها تهدف إلى قضاء مصالح منشئها طيب بقي أن نعرف ما هي ألوان الكتابة الوظيفية في مخيلاتكم يا شباب أسمع أحدكم يقول مثلا مثل الشكاوى والطلبات صحيح؟ كذلك مثل التقارير أيضا مثل الإعلانات الدعائية صح مثل العروض التسويقية نعم مثل الخطب المحفلية نعم كل هذه ألوان من ألوان الكتابة الوظيفية إذن عرفنا أن الكتابة الوظيفية هي النصوص التي ينتجها الإنسان لأداء مهام عمله كذلك الذي يجمع بين هذه النصوص جميعها هو النفعية كذلك فكل نص نفعي يهدف إلى قضاء مصالح منشئه يسمى نصا وظيفية طيب ننتقل إلى أول لون من ألوان الكتابة الوظيفية وهو الشكاوى والطلبات الشكاوى والطلبات ماذا يعني الشكاوى والطلبات؟ قلنا أنت لو عندك مشكلة فاتورة الكهرباء تأتي مثلا بمبلغ خيالي فأنت تقدم إلى مصلحة الكهرباء طلبا فيه شكوى أن هذا العداد ربما يكون قد خرب فتأتي المصلحة ويغيرون لك العداد أو هكذا طيب الطلبات قلنا الطلبات قبل ذلك مثل طلب وظيفة أنت تتقدم بطلب وظيفة أو تتقدم بطلب لاستخراج رخصة المرور أو غير ذلك طيب مما تتكون الشكاوى والطلبات؟ يعني العناصر الفنية لها مما تتكون؟ عناصرها الفنية تتكون من ثلاثة عناصر وبالمناسبة إن كل لون من ألوان الكتابة الوظيفية يتكون من نفس العناصر ثلاثة عناصر لكل لون من الألوان افتتاح عرض اختتاح طبعا كل لون له طريقته في عرض الافتتاح وفي العرض وفي الاختتاح فلنرى أولا الشكاوى والطلبات في الافتتاح طبعا تكتب البسملة والتوجيه يعني لمن تتوجه بهذه الرسالة والتحية طبعا بعد ذلك العرض ماذا تكتب في العرض؟ تكتب موضوع المشكلة عندك مشكلة في الكهرباء أو الطلب تريد وظيفة أو غير ذلك الأضرار التي وقعت عليك المبررات التي جعلتك تكتب هذه الشكوى كذلك الرغبة التي تريد تحقيقها من كتابة هذا الطلب أو هذه الشكاية الشيء الثالث أو العنصر الثالث من عناصر الشكاوى والطلبات الاختتام ماذا نكتب في الاختتام؟ نكتب التحية الختامية مثلا مع وافر تحياتي أو مع قبول فائق الاحترام أو غيرها من العبارات الختامية تكتب اسمك وتكتب توقيعك وتكتب التاريخ وتكتب العنوان إذن كل رسالة من هذه الرسائل سواء كانت شكوى أو طلب تتكون من ثلاثة عناصر وهذا أول لون من ألوان الكتابة الوظيفية عندنا الحين لون آخر من ألوان الكتابة الوظيفية وهو التقارير ماذا نعني بكلمة التقرير؟ هذه يعني محتوى التقرير أصلا ينتمي إلى الكتابة العلمية يعني محتوى التقرير ينتمي إلى الكتابة العلمية ما معنى كتابة علمية؟ نحن عندنا اسلوبان في الكتابة في الأسلوب العلمي وفي الأسلوب الأدبي الأسلوب العلمي يعتمد على العقل يصدر قرارات وتعليمات يتسم بالدقة لا يعتمد على العاطفة بعكس الأسلوب الأدبي يعتمد على العاطفة يحرك المشاعر يكون رأي إلى غيره من سمات الأسلوب الأدبي الأسلوب الأدبي أما هذا التقرير فهو ينتمي إلى الكتاب العلمي طيب كيف ما قلت لنا يا أستاذ ما معنى كتاب التقرير أقول له لو قلت لك أكتب لي تقريرا عن معمل الكيمياء في مدرستك فأنت ستكتب في التقرير أنه يوجد مثلا في المعمل مادة كذا ومادة كذا ولا توجد مادة كذا ويوجد جهاز كذا ولا يوجد جهاز كذا وتكتب بالأرقام وبدقة كل شيء موجود في هذا المعنى إذن هذا يسمى تقرير طيب بقي أن نعرف ما هي السمات التقارير يعني بما تتسم عندنا لها أكثر من سمة السمة الأولى الدقة يعني لابد أن تكون دقيقا في كتابتك الأرقام التواريخ الأسماء المعلومات الأسباب النتائج كلها تكون واضحة وبدقة السمة الثانية من سمات التقارير الصدق بمعنى أنها تكون مطابقة للواقع ما تكتب عندنا جهاز كذا وهو ليس موجود أو الحكس لابد أن يكون مطابقا للواقع الشيء الثالث أو السمة الثالثة الإجاز لا يوجد كلام إنشائي هو كلام دقيق أنت تكتب ما هو موجود المعلومات أو الكتابة على قدر المعلومات بالضبط لا يوجد زيادة ولا يوجد نقصها كذلك البساطة والوضوح فكلامك خالي من التعقيد ومن العبارات التي تحتمل معاني مختلفة لا أنت عباراتك واضحة أسلوب سهل ليس فيه تعقيد وليس فيه تلون إنما هو أسلوب مباشر أيضا من سمات التقارير الموضوعية ومنعني بالموضوعية عدم خلق الرأي بالحقيقة يعني رأيك احتفظ به لنفسك ما ينفع في التقرير تكتب رقيء رأيك أنت تكتب ما هو موجود أو ما هو غير موجود وعدم الانحياز ما يوجد انحياز لهذا الشيء أو ذاك وهكذا آخر سمة من سمات التقارير العرض الإضاحي ونعني بالعرض الإضاحي هي تلك الرسوم والجداول والأعمدة البيانية المكتوبة في هذا التقرير فأنت تسجل كل شيء بدقة وبي حرفية طيب إذا كتبت تقريرك فإن كانت كل النشاطات التي كتبتها نفذت وبعضها لم ينفذ وأنت كتبتها أنك قد نفذت فإنك هكذا لم تلتزم الصدق لم تلتزم الصدق طيب إذا أثرت مشاعرك أو إذا لم تؤثر مشاعرك في كتابة التقرير فيكون تقريرك موضوعيا يكون تقريرك موضوعيا كذلك إذا اتسم تقريرك بالرسومات التوضيحية والجداول والأعمدة فإنك تكون قد التزمت بالعرض الإيضاحي بالعرض الإيضاحي هذا وأتقدم لكم بشكر مدارس المجد الأهلية على حسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المجد رمز للعلوم ومفخرة بين النجوم وفي القنوب موقرة أعوى معزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الأسراء قلم الحياة هناك يعارف مجده والفكر والقراء المترجم للقراء أنت السماء أبطاً آently لذلك قناة أعطأ أعطأ Didn't أعطأ grandmother